موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كل في الصحافة ونبدأها كالعادة بالعنوين من موقع يامن المونتور موظفو مستشفى الثورة بصنعاء يغيرون طريقتهم في الاحتجاج على الميليشيا صحيفة عربية تقول شقق سكانية في حضر موت لابناء من ضحوا بحياتهم في الحرب على القاعدة محمد الشدادي يقول للشرق الاوسط بدأنا بتجهيز قاعات الاجتماعات ومقر مجلس النواف في العاصمة المؤقتة عدد موسيقى موسيقى اهلا بكم يتساءل موقع الموقع بوس في صفحته الرئيسية عن سبب عجز الاعلام الغربي في تغطية الاحداث في اليمن ويصف الموقع التغطيات القليلة بانها في الغالب تغطيات غير محايدة وتفتقد كثيرا للمهنية ونقل ما يدور على الارض بدون تزييف او التركيز على جزء من الحقيقة وأهمل الجزء الآخر وطريقة التغطية تلك تخدم الانقلابيين كثيرا لكن الموقع يستدرك بوجود استثناءات محدودة تتسم بالمهنية والحياد ويعدد الموقع الأسباب التي تؤدي إلى عدم وجود تغطية أولها عدم وجود مراسلين ميدانيين ولم ترسل كبريات وسائل الإعلام الغربية صحفيين إلى اليمن بهدف التغطية الميدانية للحرب وما تخلفه من مآس وكوارث وذلك خشية تعرضهم للاعتداء أو القتل أو الاختطاف والمطالبة بفدية مالية مقابل الإفراج عنهم ويضيف إلى ذلك السلوك العدائي لجماعة الحوثيين وأتباع المخلوع صالح ضد الصحفيين لا سيما وأن عشرات الصحفيين اليمنين اعتقلتهم الميليشيات الانقلابية ويتعرضون في سجونها للتعذيب النفسي والجسدي موقع يمن منوتر يصف احتجاجات الأطباء في مستشفى الثورة في صنعاء بأنها تشهد تطورات جديدة في احتجاجات الموظفين بمستشفى الثورة في صنعاء حيث نفذ موظف هيئة مستشفى الثورة العام مسيرات داخل المبنى واجابوا ممرات الهيئة وهتفوا مطالبين برحيل ومثل جماعة الحوثي من إدارتها مع استمرار تمانية وخمسين الاحتجاجات أو من الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي ويضيف يمن منوتر احتمى الموظفون بمبنى المستشفى خشية قمع الحوثيين لمسيرتهم بعد تعزيز الجماعة لعناصرها في باحات المستشفى الخارجية كان اليمن عند مفرق طريقين طريق التحول الإيجابي الذي ارتضاه الشعب والنخب السياسية والمكونات الاجتماعية ونال دعما ناجزا من دول الإقليم الخليجي والتحارف العربي الشامل بل العالم برمته هكذا بدأ الدكتور محمد عبد العزيز ما قاله المنشور أو عمر عبد العزيز ما قاله المنشور في صحيفة الخليج تحت عنوان الساحة اليمنية مجددا وأضافها في جزء منه الطريق الثاني كان متاهة الانقلاب الذي باشره تحالف الحوثي وصالح ابتداء من تعمد إفشال حكومة محمد سالم باسندوة من خلال الاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية والنفطية والغازية في سلوك لم يعرف له مثيل في عالم الخلافات والتباينات في الرأي وكذا مباشرة سلسلة من الاغتيالات التي أومأت لذات السلوك المشين الذي دأبت عليه دوائر الإجرام السلطوي ممن حولوا بعض أجهزة الدولة لعصابات ماثياوية تأتمر بأمر زعيمها المدجج برتب ونياشين الدولة سنتا الانتقال نحو تطبيق المبادرة الخليجية استنزفتا في العمل على الإضعاف المنهجية المتواتر لعناصر الدولة والمؤسسة حتى جاءت لحظة السقوط المريع للعاصمة صنعاء لتعكس المعاني الشاملة لمنطق التدمير المتواصل للقيم المؤسسية ولتكشف الوجه المريع لما في الضل الموازية للدولة والمتحكمة في أقدارها ومصيرها سقطت العاصمة صنعاء ومعها استبيحت الدولة ومؤسساتها وبدأت ميليشيات الاقتحام المناطقي ضيق الأفق في اندفاع مجنون صوب مصيرها القادم وكان ذهاب الميليشيات القبائلية إلى عدن ترميزا أقصى لمعنى الجنون ودلالة الصراع التاريخي الموضوعي بين خياري المدنية والهمجية القانون الوضعي الذي يتوافق عليه حكماء الأمة والأعراف غير الحميدة النابعة من استيهامات المرتدين بالتاريخ والتطور إلى درك البؤس الآن وبعد هذه الاستعادة الوامضة يمكن القول إن السيناريوهات الافتراضية تتنوع بتنوع مقدماتها وإن القادم سيحمل في طياته وتضاعيفه ما يعبر عن تلك المقدمات وإن السجال السياسي والميداني يشيء بتحديات جديدة تتناسب مع ما جرى ويجري في الساحة اليمنية وصف موقع الصحوة نت التهمة التي وجهتها الميليشيات في صنعاء لستة وثلاثين معتقلاً بأنها تهم ملفقة ومتعددة منها تهم بالاغتيالات ومساندة ما أسمته بالعدوان ورفع الإحداثيات وكانت محكمة أمن الدولة المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء والخاضة على سيطرة ميليشي الحوث والمخلوع بدأت بالجلسة الأولى لمحاكمة ستة وثلاثين مقتطفاً وقال المحامي عبد الرحمن برمان إن المختطفين يواجهون أحكام قاسية من قبل القضاء المنحاز وفي ظل غياب الإعلام والمنظمات الحقوقية وجلسات متسارعة وأشار برمان إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين انسحبت احتجاجاً على مخالفة المحكمة للإجراءات أو لإجراءات المحاكمة وعدم كفالة حق الدفاع حيث قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية واعترضت هيئة الدفاع على هذا الإجراء وأن الإجراء المطابق للقانون هو مواجهة كل متهم بالتهمة بعد منح محاميه صورة من ملف القضية ويتابع الموقع المختطفون يقبعون منذ سنتين قيد الإخفاء القصري والاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي ظلماً وجرع اختطفت جماعة الحوثي وصالح ثلاثة أطفال أشقاء من منزلهم في محافظة الحديدة غربي البلاد وقالت مصادر محلية لموقع المشاهد نت إن عدداً من المسلحين قاموا بمداهمة منزل مواطن بقرية المنواب بمدرية المغلاف شمال مدينة الحديدة وأضافت المصادر أن المسلحين داهموا المنزل بحثاً عن المواطن لاعتقاله وحين لم يجدوه قاموا باختطاف ثلاثة من أطفاله أحدهم يبلغ من العمر عشر سنوات واقتادوهم إلى جهة غير معلومة طلابنا في الخارج مأساة وألم تحت هذا العنوان يكتب الدكتور محمد شداد والذي يقيم في ماليزيا بين المئات من الطلاب الذي يتلمس معاناتهم وقد قال في مقاله المنشور في موقع الموقع بست الغربة والعيش وراء البحار في البلدان البعيدة ألم يعيش في القلب ويشتت الذهن ويحتل أعماق الذاكرة هذا لمن كان له مصدر للعيش أو مستور الجناب أما الطلبة الذين ابتعثتهم اليمن للتحصيل العلمي ثم هاجت بهم أمواج الظلام في الداخل واستولت على كل مقدرات الوطن ولم تأبه بهمومهم يوماً وقذفت بهم إلى شواطئ الشرعية في الخارج كونها المرجع الوحيد هؤلاء الطلبة لم يعودوا قادرين على العيش في أدنى مستوياته نهيك عن التعثر العلمي الذي كان سببه انقطاع المساعدات المالية والرسوم الدراسية طلابنا المبتعثون من كل الجهات الحكومية في اليمن تقطعت بهم الأسباب وتاهت بهم السبل حتى باتوا يقفون على صعيد واحد يناشدون فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ممثل الوطن والشرعية والجمهورية وقفوا اليوم بكل أطيافهم الفكرية سواء الواقفون مع الانقلاب أو الداعمون للشرعية مناشدين كل أصحاب الضمائر الحية لأنهم أيقنوا أن لاعب البيضة والحجر في الداخل قد أفلسوا وانقطع حبل كذبهم وغويتهم القصير وكما هو معلوم فإن عملية الابتعاث والمنح الدراسية هي عملية استثمار للعقول على المدى البعيد وتلك الأموال التي وإن تم استثمارها بطريقة علمية منهجية صحيحة في تعليم النشئ من أبنائنا وفتح آفاق للباحثين فإنها لن تضيع وستأتي أكلها حتما ولو بعد حين تلك العقول التي إن اهتم بها الوطن حملوه على أكتافهم وأسكنوه قلوبهم وتغنوا به ليلا نهارا حيثما حلوا وأين مرتحلوا وعادوا إليه كثمار يانع لبنائه في قلوبهم قبل بنائه على الأرض ثئة جديدة من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج ينضمون إلى المطالبين بحقوقهم حيث عنون موقع الوحدة وينت مبتعثوا وزارة الدفاع بدون مستحقات للشهر الثامن وأقل الطلاب المبتعثون من وزارة الدفاع للدراسة في ماليزيا إنهم بدون مستحقات مالية منذ ثمانية أشهر وإنهم مهددون بالطرد فيما الحكومة تتجاهل وضعهم المأساوي ويضيف الموقع ندد الطلاب بعدم صرف مستحقات مالمالية وتخيرها لأكثر من ثمانية أشهر وكذلك الرسوم الدراسية المنقطعة منذ عام 2012 وأناشد الطلاب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بالتدخل السرية لحل مشاكلهم والتي أصبحت لا تحتمل حيث بدأت الجامعات الماليزية اعتماد نظام جديد لا يسمح للطلاب اليمنيين بالتسجيل إلا إذا تم تسديد ما عليهم من رسوم دراسية وقبل القراءة أهم ما ورد في صفحات الصحفة العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها الخساء اليمنى قريب من الواقع أهلا بكم من جديد تحدثت صحيفة العرب الجديد عن صراعات أجنحة الميليشيا في صنعاء وعنوانة الصحيفة اليمن الحوثي وصالح يتصارعون على أموال التأمينات وقالت الصحيفة تشهد العاصمة اليمنية صنعاء صراعا على الموارد بين طرفي تحالف الانقلاب من جماعة المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع صالح بعد أن اتسع الخلاف مؤخرا بشأن أموال هيئة التأمينات الحكومية وأكدت مصادر في هيئة التأمينات الحكومية للعرب الجديد أن مسلحين حوثيين اقتحموا مبنى الهيئة العامة للتأمينات في صنعاء لفرض رئيس لها بالقوة هو القياد الحوثي عبد السلام المحطوري وقالت المصادر طرد الحوثيون رئيس الهيئة السابق وفرضوا أحد الموالين لهم بالقوة مع انتشار عسكري كثيف حول مبنى الهيئة وأتهمت الحكومة اليمنية الشرعية طرفي الانقلاب من الحوثيين وأنصر الرئيس المخلوع بالسعي لنهب أموال التأمينات ومنها 200 مليون دولار وأرصدة نقضية في حسابات الهيئة بفرع البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية الجنود الذين ضحوا بحياتهم في حضر موت في سبيل تحرير المحافظة من تنظيم القاعدة ستحصل أسرهم على التعويض ووفقا لصحيفة الاتحاد فقد قررت السلطات المحلية في حضر موت جنوب شرق اليمن صرف تعويضات لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل تحرير المحافظة من سيطرة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وأكد المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بوريك أن التعويضات تتضمن منح شقق سكنية ليؤثر الشهداء وتخصيص أرض سكنية لهم سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة في الذكرى الأولى لتحرير ساحل حضر موت من سيطرة القاعدة وأن هذه المنحة تأتي تكريما ووفاء لتضحيات الشهداء في الدوذي عن الوطن وأمنه واستقراره في تغطيتها لسير المعارك الميدانية قالت صحيفة الحياة اللندنية أن القوات الشرعية تقدمت في جبهات القتال وتمكنت من دحر الميليشيات من مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها في مدرية ميدي تجاه جبهة حرب تضيف الصحيفة تستعد وحدات أخرى للتقدم إلى الحديدة حيث تطوق معسكر خالد بن الوليد شرق ميناء المخى وعن المواجهات في جبهات تعز تقول الصحيفة لا تزال المقاومة الشعبية يساندها طيران التحالف التي تكبد الميليشيا خسائر كبيرة على مختلف الجبهات انزلاق الشعبوية إلى الاستبداد تحت هذا العنوان كتب ماكس فيشر وأماندا توب مقالهما المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال في جزء منه حين بلوغ هوجر شافي سدة السلطة في فنزولا قبل عشرين عاما رفع لواء شعبوية يسارية لإنقاذ الديمقراطية ولكن سياسته أفضت الانفجار الديمقراطية في البلد وانتهت قبل أسبوع إلى تقويض استقلال السلطة التشريعية ولا ريب في أن مصير فنزولا يدق ناقوس الخطر وتظهر الشعبوية على أنها سبيل إلى الديمقراطية ولكنها قد تنتهي إلى تراجع الديمقراطية أو إلى استبداد صريح وغالبا ما يكون الاستبداد مآل الشعبوية الحتمي وثم تعوامل أخرى سهمت في انهيار فنزولا منها هبوط أسعار النفط والبلد هذا يعيش التنازع الجوهري بين الشعبوية والديمقراطية والتنازع هذا يعم أسقاع المعمورة وإذا لم يقيد بضوابط ديمقراطية تفاقم إلى حين رجوع كفة أحد النظامين الديمقراطي أم الشعبوي وموجة الغضب الشعبوية التي حملت شافيز للسلطة في انتخابات 1998 كانت وراءها الشكوى من حال الديمقراطية في فنزولا كتب كاسمود باحث هولندي في السياسة في القارديان البريطانية أن الشعبوية هي رد ديمقراطي غير لبرالي على لبرالية غير ديمقراطية فشافيز شأن غيره من القادة الشعبويين أبلغ مؤيده بأن علة مشكلاتهم سببها نخب ومؤسسات غير ديمقراطية وأن الحل هو قائد قوي يفرض إرادة الشعب ويرى قادة شعبويون من أمثال شافيز أنهم يمثلون إرادة الشعب وأن المؤسسات الخارجة على سيطرتهم هي عائق يجب تجاوزه وهذا خلاف الديمقراطية فالديمقراطية الليبرالية هي مساومة بالغة التعقيد بين الديمقراطية الشعبية والنخبوية الليبرالية وهذه ديمقراطية في جزء منها فحسب كشف نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي لصحيفة الشرق الأوسط عن عودة قريبة للبرلمان اليمني لممارسة أعماله من العاصمة المؤقتة عدن وقال أن البرلمان سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة وأن العمل جار حاليا لتجهيز قاعة الاجتماعات ومقر المجلس والأمانة العامة لافتا إلى أن عودة المجلس إلى العمل من عدن تستند إلى قرار من الرئيس عبد الرب منصور هادي بنقل الجلسات إلى عدن قالت صحيفة الوطن السعودية في أحد عنوينها الحوثيون يصادرون الأراضي بالتزوير وذكرت مصادر من صنعاء أن جماعات الحوثي قامت بالتزوير وثائق وحجج لأراضي شاسعة تحيط بالعاصمة الصنعاء بما فيها أرض كان أحد أبناء المخلوع الصالح قد استولى عليها مشيرا إلى أن الحوثيين وضعوا أيديهم على تلك الأراضي بالقوة الجبرية وانتزعوها من أصحابها لعمل حزام كامل على العاصمة الصنعاء لتكون خاضعة لميليشي الحوثي وأتباعهم فأضاف أن مواجهة اندلعت في وقت سابق بين مزارعين وجماعة الحوثي بعد استيلاء الميليشيات على مزارع المواطنين الذين قاوموا الجماعة بطريقة شريسة للدفاع عن أرضهم لذلك أكدت مصادر في الحديدة أن ميليشي الحوثي وجماعة المخلوع صالح ستستنفر لجمع السكان في الحديدة وإجبارهم على الخروج في مظاهرات وأضافت أن السكان يعارضون تلك المشاركة ويريدون التخلص من الانقلاب إلا أنهم لا يستطيعون الإفصاح بذلك خشية القتل والتنكيل من الجماعات دنيا المغترب تحت هذا العنوان كتب العراقي خالد القشطيني مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط وقال في جزء من المقال في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت في الغرب على الخصوص القارة الأمريكية ظاهرة المهجر العربي عبر عنها أدباء مثل جبران خليل جبران وشعراء مثل ميخائيل نعيمة وإلي أبو ماضي عبروا عن هموم المهاجر العربي في حنينه إلى وطنه العربي كما تمثل في أغنية خذني عبلادي لم يأخذها أحد فبعد قرن من الزمن في أواخر القرن التالي القرن العشرين توسعت الظاهرة وانتقلت إلى القارة الأوروبية في شخصية المختار بالعربي شعراء أدباء موسيقيون فنانون هاربوا من وطنهم العربي ولاذوا بأوروبا شرقها وغربها راحوا ينظمون ويكتبون ويحررون وينشرون في العواصم الغربية موسكو برلين براغ شرقا باريس لندن فيينا غربا راحوا يعبرون عن نفس النغمة الحنين لبلدهم الأصلي ويبكون على ما حل به من نكسات وخيبات وانقلابات كان من هؤلاء الشعراء البارزين محمد مهدي الجواهري الذي نشر ديوان بريد الغربة ونظم قصيدته العصماء سلام على دجلة كان من هذا الرهطي أيضاً بولند الحيدري صاحب قصيدة ساعي البريد ماذا تريد؟ أخطأت لا شك فما من جديد تحمله الأرض لهذا الطريد أحاط به في لندن وباريس عدد من أدباء بلده كان منهم صديقه أنيس عجينة الذي بعث إليه من باريس بهذه الأشعار السودوية بولند يا من أنت ملء خاطري غربتنا سوداء كالمقابر قل ما تنعود للبلاد وننقذ الأرض من الفساد في فقرتنا المصورة قطع المصورة الكندي كريسفور هيروغ ما يزيد عن 18 ألف ميل في زيارة لأكثر من 14 بلداً محاولاً التقاط صور لأغرب مواقف الحافلات نتابع وقد وردت هذه الصور في صحيفة الإمارات اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كوشك الصحافة نتركونا الآن مع مجموعة من رسوم الكريكاتور إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة